بسم الله الرحمن الرحيم كلامنا هيكون مركز بإذن الله في الجزء الأول من البرنامج بتاعنا هيكون مركز على كورس الفيزيكس بتاع السنوية العامة وسبب اختيار الكورس الفيزيكس بتاع السنوية العامة عشان هو ده الأساس اللي هقدر أبني عليه طالب يقدر يفهم كويس جدا تكنولوجيا المعلومات أساس شرحنا اللي هنشتغل عليه واللي هنبني عليه الموضوع بتاعنا وهنبني عليه الكورس بتاعنا الفهم القوي جدا والعميق جدا لكل كونسبت أو كل فكرة في جوه شرح منهج السنوية العامة أو جوه كورس السنوية العامة مفيش مثال أو في حاجة هنعديها من غير ما نفهمها بطريقة عميقة جدا وطريقة قوية جدا من أول أنا بفهم في معاني كبيرة زي مثلا الجهد الكهرابي زي الطيار الكهرابي زي يعني ايه شو احنا في الأساس الكلام ده كله احنا مش يدوب هنتكلم عليه على تعريفات لا احنا هندي أمثلة عملية لحاجات احنا بنشوفها في حياتنا لكل حاجة من هذه الأشياء مشكلة الكهربية في درستها ان هي حاجة مش ملموسة حاجة احنا مش شايفينها بعنين طيب احنا دورنا هنا ان شاء الله ان انا هوصلك الهندسة الكهربية انها تبقى حاجة ملموسة وحاجة انت شايفها بعنينك وهديك لكل مثال لحاجة انت بتعتبرها تخيولية في الهندسة الكهربية مثال ريال مثال ميكانيكي يعبر عن شغلك في الهندسة الكهربية تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ايه اجزاء الكورس بتاعنا وهنتكلم على جزء جزء فيها ازاي اول جزء بتاعنا اول شابتر اول فصل هيتكلم على الطيار الكهربي وهيتوصف في الطيار الكهربي هنتكلم فيه على قوانين مهمة اول حاجة فيها هنتكلم على المبادئ الاساسية المبادئ الاساسية في تعريف الطيار الكهربي وتعريف الجهد الكهربي يعني ايه طيار يعني ايه جهد مش هناخدها هناخدها بامثلة عميقة قوي وهناخدها بامثلة حية في حياتنا عشان نقدر نفهم المعاني دي والاساسيات دي طيب بعد كده هنتكلم على توزيع الطيار الكهربي انا فهمت يعني ايه طيار الكهربي الطيارة الكهرابي ده بعد كده هنتكلم على شحنة الشحنة دي هتمشي في كوندكتور في موصل الموصل ده يعني ايه كلمة موصل يعني ايه الشحنة يعني ايه الشحنة هتمشي جوه الموصل الشحنة محتاجة ايه عشان انها تمشي جوه الموصل كل المعاني دي وكل الكلام ده هندرسه بالتفصيل العميق جدا بإذن الله طيب المبادئ الأساسية للطيارة الكهرابي بعد كده هنخش على قانون قوم وهخش بعد كده قانون قوم هيوضح لي ايه هي العلاقة باني انا ببزل طاقة معينة او جهد معين بالطيار اللي هيمشي جوه الدايرة بتاعتي كلام ده هنفهمه بتفاصيله العميقة جدا وهنفهم كل معنى كلمة تاني ايه طيب بعد كده هخش على حاجة تانية توزيع الطيار هتكلم على توزيع الطيار والطيار ده هيتوزع بنسبة ايه وعلى آن ايه أساس واتكلم على التوزيع ده لو انا موصل حاجة اسمها مقاومة وهنتكلم عنها وتفاصيلها لو موصلها على التوالي او موصلها على التوازي وهنفرق بين ده وبين ده طيب فيه احيان كتيرة المقاومات عندي ما بتبقاش متوصلة على التوالي ومش متوصلة على التوازي ففي هذا الوقت هنتكلم على قانون تاني اسمه قوانين كيرشوف هنشوف دلوقتي صورة مبسطة للشرح وللمستوى اللي احنا ممكن هنوصل ليه بإذن الله لما نفهم القوانين دي ومستوى المسائل اللي احنا هنقدر نحلها على الهواء دلوقتي دي مثلا شكل من أشكال الدوائر اللي هي تعتبر دايرة معقدة شوية ومحتاجة شوية شغل بإذن الله بعد ما هتفولو الكورس معنا هتلاقي الموضوع very simple هتلاقي الموضوع بسيط جدا وهتلاقي دايرة زي كده هتحلها بمنتهى البساطة طيب نشوف الجزء شكل تاني من أشكال الدوائر الصورة التانية طبعا أنا شايف هنا بطارية دا شكل تاني من أشكال الدوائر اللي بعد ما أنا أشتغل هنشتغل مع بعض بإذن الله هلاقي دايرة زي كده هنحلها بمنتهى البساطة وبمنتهى القوة من غير أي مشكلة هدفي مش بس مجرد أن يأوصلك أن أنت بتحل مسائل معقدة هدف أن أنت بتحل هذه المسائل المعقدة بكل بساطة يعني أنت وصلت المستوى عالي جدا من الفهم الفهم دا هيخليك تحل أقوى المسائل بأبسط الطور طيب هخش بعد كده على بقية اللي هي دا أول chapter هتكلم عنه اللي هو الطيار الكهرابي تاني chapter بعد كده هتكلم على نقطة مهمة قوي الطيار الكهرابي دا لما هيمشي وهنفهم يعني طيار الكهرابي بيمشي بيولد حاجة اسمها magnetic wave المagnetic wave دي ألا وهي المجال المغناطيسي يعني أنا عندي أي طيار الكهرابي بيمشي بيعمل حواليه خطوط قوة خطوط القوة دي اسمها المجال المغناطيسي هنتكلم عن الموضوع دا بتفاصيله هاخد أكتر من شكل وهمشي فيه طيار كهرابي وشوف شكل المجال المغناطيسي اللي هيطلع من مرور الطيار الكهرابي دا هيكون عامل إزاي فالشابتر 2 هتكلم على التأثير مجال تأثير المجال المغناطيسي للطيار الكهرابي دا تاني شابتر هنتكلم عنه ونتكلم على تفاصيل طيب دي يعني معنى المجال المغناطيسي اللي هيرد اللي هتكون من مرور الطيار الكهرابي هيكون خطوط قوة خطوط القوة دي بتسمى المجال المغناطيسي طيب العكس بقى أنا هعمله في الشابتر اللي بعد كده في جزء تاني وأنا بتكلم في المجال المغناطيسي لو أنا فهمت الشابتر الأول كويس قوي الفصل الأول كويس قوي هقدر أفهم الفصل الثاني الجزء ده من الفصل الثاني بمنتهى السهولة ألا وهو أجهزة القياس الكهرابي يعني دوري إن أنا أفهم الفصل الأول بصورة كويسة هلاقي الفصل الثاني بمنتهى البساطة بيتشريح لك وبتفهمه بمنتهى البساطة طبعا ده الجزء التاني اللي بيهمني في الكهربية طيب الجزء التالت اللي هيهمني في الكهربية إيه هو طب لو عملت العكس يعني إيه عملت العكس يعني أنا عندي مجال المجال ده أصرت بيه على كوندكتور كوندكتور اللي هو الموصل أنا جيت جبت مجال وقمت موصل الموصل ده في وسط المجال هيعمل إيه هيولي الطيار كهربي وده اللي هندرسه في الشابتر التالت اللي هو اسمه Electric Induction Electric الأجزاء الأجزاء دي الأجزاء دي أنا مش جواخد منها صور معينة دي هنستمر فيها بطريقة بطريقتها أنا الأجزاء اللي أنا الجزء اللي أنا ركزت عليه هو Chapter 1 Chapter 1 هو اللي أنا أخدت منه الصور اللي إحنا تكلمنا عنها لأن هي مسائل دي إن شاء الله هنبدأ نشتغل عليها طيب الثلاثة chapters دول دولة related بحاجة اسمه الطيار المستمر يعني إيه الطيار المستمر الطيار المستمر بقمته سبت يعني أنا لو قسته دلوقت هلاقي نفس القيمة لو قسته كمان ساعة هلاقي نفس القيمة هخش بعد كده في Chapter 4 لحاجة اسمها الطيار المتردد الطيار المتردد ده قيمته ما هياش سبتة لو أنا بقيسه كل شوية بلاقي قيمته بتتغير من أول صفر لغاية نهاية عظمة وبينزل تاني لصفر وبيرجع لمينس بالنهاية العظمة وبيطلع تاني لصفر وبيتكرر بنفس الطريقة دي كل سنة طيب يبقى ده تاني نوع من أنواع ال腿 الوهو الطيار المتردد أربعة الطيار المترد وهندرس الطيار المتردد وهندرس الدوائر بتاعته وهندرس devices اللي هي الأدوات اللي هي احنا بنستخدمها عشان أمر الطيار المتردد وأخذ من الطيار المتردد الطاقة اللي أنا عايزة ده أول جزء من أجزاء الفيزية من أجزاء منهج الفيزية اللي معانا الكورس بتاع الفيزيكس اللي معانا تاني جزء من أجزاء كورس الفيزيكس اللي معانا هيبقى عن الفيزياء الحديثة طيب أول جزء هيهمني في الفيزياء الحديثة فيزياء الحديثة وفيزياء الضوء طيب إيه هي الأجزاء اللي هتهمني في الفيزياء الحديثة وفيزياء اللي هي الأوبتيكس أول جزء هتكلم عنه هو ازدواجية المادة والموجة ازدواجية المادة والموجة إيه معنى الكلام ده وإن شاء الله هنشرحه بالتفصيل واحد في أول كلامنا هيكون ازدواجية المادة والموجة يعني ازدواجية المادة والموجة بالنسبة للكهرباء لو أنا اتعاملت معاها معاملة مباشرة إنها عبارة عن مادة مش كل قوانين المادة بلقيها applicable بلقيها منطبقة على قوانين الكهرباء يعني ايه؟ يعني أنا هتعامل مع الشحنة إنها حاجة ميكانيكية في قوانين كتيرة بتقولي إن الشحنة دي فأحيانا كتيرة لما باجي أطبق عليها القوانين الميكانيكية بلقي تطبيقي مش مصبوط فعرفت إن الشحنة لازم أطبق عليها طبيعة تانية ألا وهي الطبيعة الموجية يبقى أنا هنا الشحنة بتاعتي هتطبق عليها طبيعتين الطبيعة الأولى طبيعة موجية اللي هي الطبيعة الجديدة اللي أنا هتكلم عنها والطبيعة التانية اللي هي الطبيعة الميكانيكية يبقى الأساس بتاعي إن المادة فيها طبيعة أو الإلكترون الشحنة فيها طبيعة ميكانيكية لو أنا حبيت أني أنا أطبق قوانين الميكانيكا على الشحنة وعلى الكهربية مش دايماً بلاقيها مظبوطة معي فاجينا على قوانين تانية خالص ألا وهي القوانين الموجية للشحنة وده اللي احنا هندرسه بتفاصيله بإذن الله طيب الشطر التاني معايا هتكلم على الطيف الزري الطيف الزري طيب الطيف الزري ده المقصود بي إيه الطيف الزري ده المقصود بي إيه وهنتكلم عنه بتفاصيله إيه هو الطيف الزري الطيف الزري الزرة ليها قدر معين من الطاقة وبتكون موجودة في مستوى طاقة معين وده اللي احنا هنشوفه بإذن الله لو أنا حبيت أرفع الزرة من مستوى طاقة معين لمستوى طاقة أعلى يبقى أنا كده هستهلك قوة هستهلك طاقة عشان الزرة بتاعتي من مستوى طاقة قليل لمستوى طاقة أعلى طيب لو أنا سبت الزرة في مستوى الطاقة الأعلى الزرة هتضطر إنها ترجع لمستوى الطاقة اللي هي ستيبل عليه اللي هي متوازنة عليه وبالتالي الفرق بين مستويين الطاقة الفرق بين مستوى الطاقة ده هينشأ عندي على طريق إنه هو شكل من أشكال الطيف طيب الطيف ده هيعتمد على إيه وتردده هيعتمد على إيه الطيف ده هيعتمد على الفرق بين مستوى الطاقة زي ما احنا هنشوف بالتفصيل بإذن الله يبقى ده الشابتر الثاني اللي أنا هتكلم عنه وهنتكلم عنه بعمق وهنبدأ في حتة اللي هي حتة اسمها الأوبتيكس الأوبتيكس دي هتبقى مقدمة بالنسبالي لعلم كبير جدا وليه تطبيقات كبيرة جدا ألا وهو في شابتر ثلاثة في الفصل الثالث علم الليزر علم الليزر طبعا من أقوى العلوم دلوقتي على مستوى العالم وليه تطبيقات كبيرة جدا وداخل في جميع المجالات على مستوى العالم ومستخدم في تطبيقات جد كتيرة زي الطب والتطبيقات العسكرية والكشف عن المعادن والكشف عن أشياء كتيرة التطبيقات دي كلها هتكلم عنها وهتكلم عن الليزر بكل تفاصيل طيب آخر شابتر معايا في الكورس بتاعنا اللي هنشتغل عليه شابتر اسمه المودرن فيزيكس أو الفيزياء الحديث أرباهو الفيزياء الحديث طيب الفيزياء الحديثة دي مش هتكون فيها الـ devices أو مش هتكون فيها الـ instruments اللي زي الفيزياء التقليدي هخش على instruments جديدة اسمها diode اسمها transistor هبدأ أتكلم على حاجة اسمها digital electronics الـ digital electronics دي هعتمد على بدل ما هي الدنيا كلها كانت analog هخش على حاجات digital اللي هي الـ one والـ zero وهتكلم عن الكلام ده بتفاصيله وهنشوف كل جزء صغير وكبير فيه طيب وكل إن شاء الله مرحلة بإذن الله في هذا الكورس هدفنا هنا مش مجرد أنه هو كورس تقليدي أنت هتاخد كل جزء من أجزاء الكورس بطريقة مبسطة جدا هتفهم كل صغيرة وكبيرة هتاخد مثال لكل جزء كهرابي أنت مش شايفه بعنيك بجزء ميكانيكي الجزء الميكانيكي ده أنت حاجة شايفها بعنيك حاجة هتمثل قدامك بطريقة أنت ملموسة هتقدر توصل بيها للهدف اللي أنت عايزه وإن شاء الله يكون هدفنا مش بس مجرد أنك أنت تجيب الدرجة النهائية في مادة الفيزياء هدفنا الأكبر والأسمى أن أنت تفهم الكهربية على حق وتقدر تعمل بيها إبداعات كتيرة وتقدر تعمل بيها دوار كهربية كتيرة وتقدر تطور من مجال الكهربية بإذن الله نطلع فاصل بإذن الله ونخش بعد كده على أول شابتر من الشابترز بتاعتنا في الكورس بتاعنا شكرا رجعنا لكم تاني بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي في شابتر 1 اللي هو بتاع الطيار الكهرابي وقانون قوم وقانون كرشوف وتوزيع الطيار الكهرابي في الموسط هنبدأ وهنقول الطيار الكهرابي يعني إيه بقى طيار كهرابي؟ ويعني إيه نشأة الطيار الكهرابي؟ ويعني إيه أقدر أولد طيار كهرابي؟ قصة جماعة هنبدأ بالتفصيل كده أول حاجة أنا محتاجة أعرفها في الطيار الكهرابي لو أنا قريت هيقول لي إيه؟ هيقول لي سرايان شحنة في موصل وبعد كده هيقول لي الشحنة دي شحنة سلبة وأحياناً يقول لي الشحنة دي شحنة موجبة هو سؤال المهم قبل ما أخش في التفصيل وقبل ما أخش في الشرح هو الطيار الكهرابي سرايان شحنة سلبة هي الإلكترون؟ آه كلام كويس طيب هل هو سرايان شحنة موجبة هي البروتون؟ كلام برضو كويس بس حقيقة الأمر وده اللي إحنا هنستعرضه دلوقت الطيار الكهرابي هو سير الشحنتين السلبة والموجبة عشان عندي شحنة سالبة تمشي في المادة تمشي في الموصل لازم في نفس الوقت الشحنة الموجبة كمان تمشي في الموصل عشان كده هتشوف في المنهج يقول لك اتجاه الطيار التقليدي أصطلح عليه أنه هو يبقى سرايان الشحنة الموجبة طب إيه معنى الكلام ده؟ وهو عكس اتجاه الإلكترونات طب ليه مش اتجاه الإلكترونات هو اتجاه الطيار؟ ده اللي إحنا هنستعرضه دلوقت ونشوفه بتفصيل تعالوا يا جماعة كده بسم الله الرحمن الرحيم نشوف جوه الموصل مكون من إيه؟ الموصل زي ما احنا عارفين مكون من زرة الزرة دي فيها النواة النواة شحنتها موجبة طبعا لها تفاصيل كتيرة فيها بتكون من نايترون وبروتون والبروتون من نايترون متعادل والبروتون موجب فالتوتل بتاع النواة إن هي شحنتها موجبة يبقى ده أول مكون من مكونات الزرة إن هي نواة شحنتها موجبة هنتكلم بعد كده هنخش في الجزء ده هتكلم على النواة وهتكلم على الزرة وبعد كده هناخد جزء هنستعرض عليه مين أنا كالمهانس محمد القلاوي تمام؟ وهنتكلم عنها بتفاصيل أنا معايا شهادات إن أنا رجل خبير استشاري في مجال الشبكات في مجال الشبكات معايا شهادت إن أنا خبير في مجال الشبكات دي أول شهادة ما هي دي توطار تاني شهادة دي اشتمها CCNP من شركة سيسكو دي سيسكو سيرتفايد نتورك بروفشنال دي تاني مستوى أنت بتاخده في مجال الشبكات دي أول شهادة بناخدها في مجال الشبكات اسمها CCNA دي سيسكو سيرتفايد نتورك أسوشيات دي أول مستوى أنت بتاخده في مجال الشبكات دي أعلى شهادة ممكن بتتاخد في مجال الشبكات ألا وهي خبير في مجال الشبكات دي أعلى مستوى من الشهادات دي اسمها سيسكو سيرتفايد انتر نتورك أسوشيات ده التايتل بتاعنا ودي الخبرة بتاعتنا الحمد لله اشتغلنا في اكتر من 30 بلد على مستوى العالم في مجال الشبكات ومجال الاتصالات ليه انا اخترت لما ابدأ بكورس الفيزيكس بتاع السنوية العامة عشان كورس الفيزيكس هو النواء الاساسي لو انت فهمت الكهربية كويس قوي في السنوية العامة هتبقى متميز جدا جدا في بقية مراحل حياتك وهتبقى مراحل حياتك كلها فدي الرسالة بتاعتنا ودي الجزء اللي احنا هنتكلم عنه نرجع للكورس بتاعنا بعد ما عملنا الانترودكشن دي يبقى انا عندي الحتة المهمة هي النواء النواء دي شحنتها موجبة تمام؟ النواء شحنتها موجبة طيب بيضور حوالين النواء دي يا جماعة حاجة اسمها الكترون الالكترون ده اصطلح عليه ان هو شحنته سالبة يبقى انا عندي النواء شحنتها موجبة والالكترون شحنته سالبة طيب الشحنة في حد ذاتها كشحنة موجبة مع شحنة سالبة هينتك بينهم قوة تجازب هينتك بين الاتنين قوة تجازب يعني هيكون في مجال المجال ده بيولد القوة قوة تجازب بين الشحنتين اللي هي الموجبة والسالبة بالطريقة دي وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام جميل؟ يبقى انا عندي الظرة بتتكون من نواء شحنتها موجبة بيحضور حواليها اكتر من الالكترون الالكترون دولا بيضوروا حواليها في مدارات بينتك في قوة ما بين النواء اللي هي ذاتة شحنة موجبة وما بين الالكترون اللي همزو شحنة سالبة الشحنتين قد بعض بالزبط بس الاختلاف ما بين الشحنتين ان دي موجبة ودي سالبة لما بيكون عندي شحنتين متساوياتين في المقدار ومتضبطين في النوع بيحصل ما بينهم قوة تجازب وقوة تجازب دي بتخليها في نوع من الاستابلتي استابلتي يعني ايه؟ يعني ما فيش واحدة فيهم بتشد التاني لان الاتنين متساويين فالاتنين متساويين والاتنين على نفس الدرجة فدي بتبقى سبتة ودي بتبقى برضو سبتة يبقى دا تعريف اول حاجة الا وهي الزرة مكونة من ايه؟ طيب والله انا جيت على الزرة دي يا جماعة ونركز اوه في الحتة دي عشان دي بداية نشأة الطيار الكهرابي بتاعي جيت على الزرة دي فيه كذا حاجة لازم تبقى فاهمها عن الزرة اول حاجة القوة دي ما بين كل مادة والتانية ما بين كل موصل والتاني بتختلف يعني ممكن تكون القوة دي عالية قوي بحيث ان الالكترون مرتبط بالنواة بطريقة قوية قوي فمهما انزقت هنا يعني مهما انجبت قوة خارجية عشان احرك الالكترون دا هتبقى القوة دي صعبة قوي ان هو الالكترون دا يسيب النواة ويسيبها وينط لنواة تاني جميل كده يبقى انا عشان اكسر الحتة دي صعبة قوي وفي مواد الحتة دي تقريبا اللي هي القوة دي ما بين النواة والالكترون بتبقى ضعيفة قوي فده بيسميلي ان المادة دي او الموصل دا فيه free electrons free electrons يعني ايه يعني الالكترون دا سهل قوي ان هو يسيب النواة بتاعته ويطلع على نواة تانية او يرتبط بنواة تانية ويبدأ يتحرك حلو قوي طيب ايه هي المواد دي يا جماعة لو انا شدت مادة مثلا زي الحديد او النحاس او المواد دي كلها بيعتبر الالكترون دا free electron يعني القوة اللي ما بينه وما بين النواة قوة ضعيفة قوي فعشان كده اقل طاقة هنركز هنا على الكلام قوي كلام هنا يهمني والمفاهيم تهمني انا عشان اكسر القوة اللي هي ما بين النواة والالكترون انا محتاج قدر من الطاقة القدر من الطاقة دا هنسميه ايه؟ هسميه جهد يعني انا لو حطيت جهد اللي هو طاقة على الالكترون دا في مواد اللي هو الارتباط ما بين الالكترون والنواة ارتباط ضعيف هيخليلي الالكترون دا يسيب النواة بتاعته يسيب يكسر القوة دي ويتحرك من مكانه يروح لمكان تاني طيب اركز هنا عشان الحتة دي هتهمني قوي هاجي المادة طبعا مش مكونة من زرة واحدة المادة مكونة من أتومز كتيرة من جزء كبير من الزرات يعني ايه يا جماعة؟ يعني دا زرة جنبها نفس الكلام نواة تانية انا برضو هنرمز للنواة ببوزيتف انرجي عشان معودش اكتب اسمها اكتر من مرة دي كده بوزيتف انرجي او بوزيتف تشارج هي طبعا مش انرجي هي تشارج تمام؟ شحنة موجبة وبيدور حواليها شحنات سالبة اهيه في مدار كما هو موضح بالشكل وهاجي ااخد دا برضو هنا بتدور حواليها في مدار بنفس الطريقة جميل وهاخد زرة تالتة عشان نوضح الامر تماما اهي دي النواة بتاعت الزرة تالتة موجبة وهاجي هتكون بتدور في مدارات الالكترون حوالين النواة اهو دا المدار بتاعي اللي حوالين النواة اركز بقى قوي عشان افهم الطيار هيمشي ازاي انا محتاج زي ما انا قلت ان انا اصلت قوة القوة دي هركزها على الالكترون الالكترون هيحصل له ايه الالكترون هيقوم ناطط سايب النواة اللي هو مرتبط بيها دي ويقوم رايح على الزرة التانية طيب لما الالكترون ساب هنا ونطط راح على الزرة التانية هيحصل ايه هسمي دا مينوس واحد وده تو تو وده ثري هنا اصبحت واحد اللي هي كانت هنا اصبحت هنا وامتزاق الالكترون دا امتزاق هي كمان محطوط هنا فاصبح واحد اللي هو كده بقت مينوس واحد هنا بقى ديت واحد وبقت دي اللي كانت تو هنا اصبحت دي تو طيب الاولانية هيحصل فيها ايه يا جماعة المينوس اللي كانت هنا انا صلطت عليها قوة صح جميل المينوس اللي كانت هنا اصبحت positive ليه مش النواية شحنتها موجبة فاصبح الشحنة الموجبة اكبر من الشحنة السالبة يبقى الجزء دا بدل ما كانت شحنته سالبة فاصبح كأن شحنته موجبة positive يبقى كأن الالكترون بصوا بقى ركز هنا كأن الالكترون اتجاهه ماشي ازاي ماشي كده يعني كل شحنة بترمي كده طيب لما دي تنقلت لما دي كمان جي عليها طاقة حصل ايه حصل انها ثابت الجزء دا ونطت راحت للالكترون التاني وبرضو ذقته فاصبح هنا دي كانت واحد واحد ثابت المكان بتاعها لان هي كمان اتأثرت بطاقة وراحت نطت على الجزء التاني امت واخد مكان الالكترون التاني واصبحت هنا دي واحد ودي تحولت هي كمان من شحنة سالبة لشحنة موجبة معنى كده ايه يا جماعة؟ معنى كده ان الالكترون قاعد بيمشي في الاتجاه دا الالكترون دايريكشن وبيتبدل مكانه في نفس الاتجاه شحنة موجبة فكأن الشحنة الموجبة قاعدة تمشي في الاتجاه دا بالطريقة دي دي اتجاه الشحنة الموجبة بتاعتي اهي يبقى دا اتجاه الالكترون بالطريقة دي وفي اللحظة الالكترون بيسيب فيها النواة بتاعه بيسيب ارتباطه بالنواة بتاعه بييجي مكانه شحنة موجبة فكأن اتجاه الالكترون ماشي في الطريق دا وكأن اتجاه الشحنة الموجبة ماشي في الطريق دا يبقى دا اتجاه الـ positive energy جميل كده يبقى انا اي كهربة انا هشتغل عليها انا هصلى الطاقة معينة على الشحنة السالبة الا وهي الالكترون اللي محطوط حوالين الزرة الالكترون اللي محطوط حوالين الزرة دا هيسيب الزرة بتاعته ويروح للزرة التانية وبعا كده التالت وبعا كده الرابع مكانه هييجي شحنة موجبة هتمشي في عكس الاتجاه بالضبط يبقى انا عندي الطيار الكهرابي ليه شحنتين هيمشوا شحنة شحنة سالبة وهي الالكترون الشحنة السالبة دي هتمشي في اتجاه معين اتجاه اللي انا مسلط فيه المجال والشحنة الموجبة هتاخد عكس الاتجاه يبقى انا عندي هم شحنتين اللي هيمشوا وهيعبرولي عن الطيار الكهرابي طيب علماء الفيزيكس عايزين ياختاروا اتجاه معين للطيار الكهرابي هل هنخليه اتجاه الالكترونات ولا هنخليه اتجاه البوزيتف انرجي اللي هي الشحنة الموجبة حقيقة الامر علماء الفيزيكس اختاروا ان الاتجاه التقليدي للطيار الكهرابي يبقى اتجاه البوزيتف انرجي اللي هي الشحنة الموجبة وانا عرفت ان الشحنة الموجبة جات نتيجة ان الالكترون ساب الزرة بتاعته وراح للزرة التانية فجاء عكس الكلام ده جاء نتيجة لهذا الكلام جات شحنة موجبة فعكس الاتجاه طيب الكلام ده كويس قوي هنبدأ نشتغل على تاني تعريف الا وهو هذا القدر من الطاقة اللي انا هصلطه على الالكترون عشان يسيب النواة بتاعته ويروح لزرة تانية المقدار ده بتاع الطاقة دي هو قد ايه؟ طيب لما انا هدي مقدار الطاقة ده هيدي قد ايه من الطاقة لهذا الالكترون المكان هنا المفروض ان هو فيه الالكترون طيب الالكترون ده قد ايه من الطاقة دي هتتاخد الالكترون عشان يبدأ يتحرك في الموصل طيب اول تعريف انا هتكلم عنه هو تعريف الكهربية او تعريف الطيار الكهرابي بشكل عاد الطيار الكهرابي يا جماعة زي ما احنا شفنا هي مرور الشحنات خلال موصل يعني انا لو عندي شحنة دخلة خلال موصل وانا فهمت هنا ان طالما مررت الشحنة السالبة الا وهي الالكترون يبقى بالطبيعي ان هيجي عكسها عكس اتجاه الشحنة السالبة عكس صاريان الشحنة السالبة الشحنة الموجبة الا وهي البروتون يبقى انا عندي سواء ده او ده دي الشحنات اللي هتمروا عندي خلال الموصل طيب يبقى انا عندي الشحنة السالبة والشحنة الموجبة الطيار يعني أنا خليت هذه الشحنة تتحرق خلال الموصل مرور الشحنة خلال الموصل يعني أنا كده عملت طيار طيب تعالوا بقى ندرس الكلام ده بصورة ميكانيكية تعالوا نتكلم أبسط شكل ميكانيكي عشان هتكلم عليه يوضح لي الفكرة بتاعتي المية المية هي أبسط شكل ميكانيكي عشان أوضح فكرة مرور الطيار الكهرابي هو الشكل اللي بيحصل قدامي ألا وهو الطيار المائي طيب إيه هو يا جماعة الطيار المائي هاجي أشوف كده أنا عندي مصورة مياه دي جواها مية وهتبدأ المية دي تتوزع لاتجاهات مختلفة دي جزء من المية هو أنا محتاج المية دي إن أنا تبقى هي جوا المصورة محتاج والله أرفع المية دي للمستوى ده وتبدأ المية تمشي في المصورة بطريقة عادية خالص عشان أعمل الكلام ده لازم هدي للمية هنا المية تكافئ في الكهربية الشحنة الشحنة اللي أنا تكلمت عنها لازم عشان المية دي تتحرك لو المية أنا سبتها لوحدها من غير مدتها أي طاقة أو أي قوة المية دي مش هتتحرك نفس الكلام في الكهربية الشحنة لو أنا سبتها من غير أي حاجة الشحنة السليبة لها الإلكترون ماسكة في النواة بتاعتها في وضع سابت ومش قادرة الشحنة السليبة دي إنها تتحرك أي حرك نفس الكلام في المية طيب يبقى أول حاجة عشان أحرك المية بتاعتي أنا محتاج أعمل قوة محتاج أدل المية دي طاقة الطاقة دي هتخلي المية دي تتحرك في المصورة دي جميل قوي طيب يبقى أنا هجيب لها مطور طبعا الكلام ده جماعة دي طريقة مبسطة إن أنا بشرح الكهربية لطلاب السنوية العامة تمام؟ جبت الموتور بتاعي الموتور ده هيبدأ يدي طاقة للمية يبدأ يزق المية المية هتبدأ تندفع عشان توصل جوه المصورة وتسري جوه المصورة عشان تبدأ تتوزع طيب الطاقة دي نفسها هي نفس الطاقة اللي أنا هديها في الكهرباء اللي أنا هديها للطيار الكهرابي عشان يبدأ يتحرك عشان يبدأ يسيب الزرة بتاعته ويتحرك جميل قوي طيب الطاقة اللي أنا هديها دي يا جماعة أنا محتاج لها كمية ومحتاج أوصفها جميل الطاقة طبعا اللي أنا هشتغل عليها في الموتور دي هتبقى بالحصام يعني انت قدرتك قد ايه الطاقة اللي انت هتقدر تديها كم حصان طيب لو انا اديت طاقة واحد حصان هل هي هي نص حصان هل هي هي قدرتك لو انت ربع حصان طبعا لا كل ما الطاقة دي بتزيد الكمية بتاعة المية اللي انا هقدر اضخها والكمية بتاعة الطاقة اللي هتقدر المية دي تاخدها من الموتور هتبقى اقوى واقوى يعني ايه الطاقة يعني الطاقة بتاعتها يعني انا لو كلنا ما ديها طاقة اكتر السرعة بتاعة المية دي الطاقة اللي هتبقى جوه المية دي اكتر واكتر جميل قوي طيب انا محتاج اعرف مصطلح كمية الطاقة دي قد ايه يعني انت مثلا واحد حصان واحد حصان هتديني كمية مية قد ايه فهنا جماعة هنقول مصطلح اللي هو هنستخدمه في الكهربية لو انت قدرت تعملي مثلا الواحد حصان ده عشان يحرك واحد لتر من المية هيديني كمية طاقة جوه المية دي جوه الحجم ده من المية عبارة عن واحد حصان نفس الفكرة هنطبقها في الكهربية الكهربية هقول ايه؟ هقول الجهد بتاعي الجهد الكهربية بتاعي طبعا احنا قربنا نوصل لقرب نهاية الحقف عشان كده هنحتاج ان احنا ايه؟ نصرع في الجزء بتاعنا ده كمية الطاقة دي يا جماعة قد ايه؟ لو انا قلت انا عندي كمية من الشحنة مقدرها كام؟ مقدرها واحد كولوم يعني زي ما انا بقيس المية كمية المية مقدرها واحد لتر انا بقيس الشحنة بكمية مقدرها واحد كولوم القياس بتاعي بتاع الكهرباء بتاع الشحنة اللي انا اتكلمت عنه بقيسه بالكولوم كمية الشحنة قد ايه كمية الشحنة بالكولوم طيب كمية الشحنة بالكولوم طيب الكولوم بتاعي ده هنعمله ازاي وهنتكلم عليه ازاي لو انا قلت انا عندي حاجة اسمها الجهد الكهرابي الجهد الكهرابي هو الشغل أو الطاقة اللي أنا ببزلها عشان أحرك واحد كولوم خلال الدايرة خارج وداخل المصدر يعني إيه الكلام ده يا جماعة وهندرسه بالراحة بصوا يا جماعة ده الجزء اللي هي البطارية بتاعتي البطارية زي ما احنا اتفقنا همشي فيها بجزء ايه جزء اللي هو نيجاتف انرجي اللي هو الماينوس ده ده اللي بيبقى فيه اللي منه حركة الالكترون ما احنا اتفقنا بإسمه ماشي وإن شاء الله في عدة حلقات هن تمام ولسه إن شاء الله قدامنا دقتين وإن شاء الله هنكمل بعد كده في عدة حلقات الجزء بتاعنا بتاع الكهربائي وإن شاء الله أول اتصال معانا النهاردة هإن شاء الله هيكون معانا وهنتركز معاه في الشرح بتاعنا هيبقى الشرح إن شاء الله معانا على الهواء طيب أنا هقول بسرعة دي الجزء اللي هو النيجاتف انرجي اللي هو الماينوس اللي هو من خلاله هيمشي الالكترون وده الجزء البوزيتف وده الجزء البوزيتف أنا عشان بسرعة عشان دقتين بس فإحنا إيه هنحاول نلم الجزء ده بسرعة طيب لو أنا جيت للجزء اللي هو النيجاتف ده وقمت عامل بيه دايرة متكاملة يعني إيه دايرة متكاملة يعني أنا لازم أطلع من الجزء النيجاتف أوصل للجزء البوزيتف والجزء البوزيتف لازم يطلع من الجزء البوزيتف للجزء النيجاتف ما ينفعش يتبقى عندي دايرة مفتوحة لو دايرة مفتوحة لازم البروتون اللي أنا عملت له او الالكترون اللي أنا عملت له او الالكترون من هنا يلف ويقوم لافة في الدايرة دي كلها وراجع للبروتون أو راجع للنواة اللي هي كانت مصارة يعني أنا أدت هناك قدر من الطاقة القدر من الطاقة ده حرك لإلكترون الإلكترون ده هيستهلك الطاقة في الدائرة ويرجع تاني للزرة بتاعته للأتم بتاعته للنواة بتاعته تمام كده؟ طيب أنا عايز أشرح المصطلح ده بسرعة قبل ما نختم الحلقة أو قبل ما نتقبل الارتصالات الإلكترون ده هيبدأ يتحرك طيب إيه هو مقدار الطاقة الطاقة بتاعتي الطاقة بتاعتي إلا أنا هحطها على الإلكترون ده أو على البروتون ده مقدار الطاقة دي هسميها فولت يبقى وحدة الكهد الكهرابي هي عبارة عن فولت طيب الفولت ده قد إيه؟ لو أنا قلت واحد فولت هيحرط لي خلال الدايرة دي واحد كولوم يبقى واحد فولت هيعمل لي واحد جول يبقى الفولت بتاعي الفولت بتاعي الفولت بتاعي هيكون الشغل على الشحنة يبقى الطاقة أو الشغل اللي أنا هقدر أحرك بيه واحد كولوم هو ده الفولت بتاعي وبشكركم قوي على متابعتكم لينا وإن شاء الله في حلقات متواصلة هنكمل بقية الكورس بتاعنا وخطوة خطوة إن شاء الله لغاية ما توصلوا لأعلى مستوى في الفيديو شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة